ناس كتير قوي بتتكلم على مستر اوزوريو انه هو مدرب مش كويس انه هو مش عارف اللعيبة حاطتها ازاي انه هو يعني طريقة لعبه مش مناسبة انه هو انه هو انه هو طيب مش وانا شفت كمان المحللين طبعا على قناة قون كابتن فاروق جعفر كابتن جبال حمزة يعني عليهم عندهم اعتراض على مستر اوزوريو كابتن ايمان يونس وكده وشفت ناس كتير عندهم اعتراض على المدير الفاني طبعا انا هسأل سؤال يا جماعة المدير الفاني ده وحش وطريقة لعبه وحش طب فريرا كان بيخسر ليه ليه كان فريرا بيخسر هو فريرا مشي ليه هو مين اتغلب من اسوان بطريقة لعب بقى اللي الزمالي كسب بيها الدوري بقى وكده يعني كنا بنقول برضو ان الراجل ما بيلعب باربعة واحد اربعة واحد اللي هو مستر فريرا او اربعة تلاتة تلاتة دي طريقة مش حلوة لازم يلعب بالطريقة اللي كان الزماليك بيمشي معها كويس فيها اللي هي طريقة تلاتة اربعة تلاتة يعني ودي الطريقة الامفل وكلام من هذا قبيل طيب هل القصة هي مدير فني وطريقة لعبه طب الزماليك خسر الدوري مع فريرا مش مع مستر اوزوريو جاي وفارق النقاط حواليه اكتر من ستتاشر سبعتاشر نقطة يعني بل بالعكس كمان هو مستر اوزوريو ابتدى يقلل فارق النقاط شوي مثلا مع التاني او التالت وبالتالي احنا لازم نقعد كده نفكر في الاسباب اسباب خسارة الدوري اسباب عدم يعني تقلق بعض اللعيبة اللي طول الوقت هي متقلقة طيب انا بكلمكم كلعيب كورا نمرة اتنين هل مستر اوزوريو لو لعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة او بطريقة تلاتة اربعة تلاتة او اربعة اتنين تلاتة واحد هل الطريقة دي هتخلي الزمالك يكسب هنا السؤال هل الزمالك عنده اربعة اتنين تلاتة واحد يعني عندك اتنين ديفندرز وعندك تلاتة يلعبوا واحد ناحية اليمين واحد ناحية الشمال واحد كصانع العاب واحد راس حرب هل انت عندك الفرايتس كتيرة في نص الملعب اللي انت عندك لعيبة كتيرة في نص الملعب تقدر يلعبه دفندر ورقم تمانية ويلعب لك صنع ألعاب عندك دلوقتي ولا لأ طيب عندك لعيب بيعرف يبني لك هجمة من وراء من مرحلة دفاعية يعني يبني هجمة ويطلع بيها ولو حد دخل عليه ما يقلقش ويعدي ويباصي ويكمل زي مثلا أشرف آسم سامي الشيشيني والأباني إبراهيم يوسف محفظ الألقاب للجميع يعني الأسامي اللي مرت علينا حتى مثلا عندك السرعة والقوة زي بشير التابعي زي عيسن فاروق زي حسام عبد منعم برضو لعيبه زي ماتحة عبدالهادي لأ يعني ما عندك وبالتالي طيب نمرة بقى ثلاثة أنا ما بكون لعيب كورة وبأموت نفسي فيما ألعب واتحرك والروح والمعرفش إيه طيب هل اللعيبة عندها دوافع يعني إحنا ما بنيجي نشوف جدوى للدوري العام لو شفته جدوى للدوري العام دلوقتي الأهلي خلاص خد الدوري الأهلي خد الدوري وبفرق كبير خلاص تمام طيب نمرة اتنين بيرامدز بيرامدز هو في المركز التاني وبفرق كبير يعني الزمالك بين وما بين بيرامدز دلوقتي أعتقد تسع نقط ولو بيرامدز كمان لعب المطش المؤجل هيبقى دخل في 12 نقط فبالتالي خلاص احنا بنسبوع 29 فاضل خمس أسابيع وبالتالي بيرامدز خلاص هو مركز أول مركز تاني من وجهة نظري بيرامدز والاتنين دول هيشتركوا في دوري الأبطال غير إن الأهلي هيلعب في السوبر ليج تمام هذه الأهلي بيرامدز طيب التنافس على المركز التالت ما بين الزمالك وفيوتشر طيب هل المركز التالت والرابع هيحقق لي حاجة؟ المركز التالت بيبقى ضامن إنه يلعب في الكنفدرالية المركز الرابع إنت لو فيه بطل كاس مصر غير فيوتشر وغير الأهلي وغير بيرامدز وغير الزمالك بطل كاس مصر هيخش يلعب في الكنفدرالية فهي التالت بيبقى زي الرابع لو بطل كاس مصر من الأربعة الأوائل خلاص فما فيش فرق إلا بقى لو فريق خامس سادس سابع في الدوري هو اللي خد كاس مصر فده هو اللي هيخش ويبقى الرابع مش هيخش الكنفدرالية طيب اشتركوا في القناة